اشتركوا في القناة الملكية أن هذه المناسبة الغالية وما تحقق خلالها من إنجازات إنسانية شاملة في مسيرة الخير والعطاء لجلالة الملك تدعون للفخر والاعتزاز والوقوف والنظر إلى مسيرة الإنجازات التنموية الكبرى التي حققتها مملكة البحرين بمختلف المجالات وقال الشيخ علي بن خليفة بأن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تستذكر الرعاية والاهتمام الكبير الذي أولاه جلالة الملك المعظم للمؤسسة والدعم الكريم من قبل الحكومة الموقرة بقيادة صاحب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال مسيرتها الإنسانية مضيفا بأن رؤية الملكية لجلالة الملك المعظم في خدمة الإنسانية جعلت مملكة البحرين نموذجا يحتذا به في العمل الإنساني مشيرا إلى أن الدعم اللامحدود والمساندة لخدمة الإنسانية والأعمال الخيرية من لدن جلالته هم أساس منهجية العمل الخيري والإنساني الشامل لمملكة البحرين اشتركوا في القناة